سهرة فنية سياسية تحييها أيقونة الفن الموريتاني عضو مجلس الشيوخ المعلومة بنت الميداح لم تكتفي المعلومة بصفتها السياسية بل دفعت بموسيقها إلى حمأة الصراع السياسي لتقول لا للتعديل الدستوري رغم أنها تنتمي إلى الأغلبية الحاكمة الخطاب الذي يمر عبر الموسيقى فهو أسرع الشيء التصال وأيضا تأثير بالطبيعة على نفسية البشر فهنا إذا كان الخطاب يعني لأي خطاب سلام أو خطاب أي مجال ديني أو أي شيء فهو يكون إذا كان عبر الموسيقى يكون أسرع مفعول على الإنسان عرفات الميداح موسيقى لم يعرف له تاريخ في العمل السياسي ولا الحقوقية لكنه والآخر استغل فنه ليخاطب جمهوره رفضا لتغيير العلم والنشيد الوطني قضية شعب كامل والفناني الله يعود الله مع الشعب وذلك اللي فيه الشعب هو اللي يصنع الفنان وهو اللي يديره في المرتبة اللي هو فيها في المقابل ينبر الفنانون والمطربون الموالون للنظام لرد على الفنانين المعارضين كما هو حال قرم بن تابا سللة إحدى أعرق أسر الطرب في موريتانيا لتزدان الساحة الفنية أسبوعيا بمولود سياسي جديد بينما ترتفع أصوات تقول إن رسالة الفن نبيلة ولا ينبغي أن تخضع لأهواء ومزايدات السياسيين والفنان الموريتاني لديه كل الحق في أن يكون موالي أو معارض مثل أي مواطن موريتاني لكن ليس من الضروري أن يهاجم أحد الفنانين في المعارضة أخوه في الموالات والعكس الصحيح يبدو أن نظرية الفن للفن لم يعد لها مكان في موريتانيا فالمطلبون والفنانون التشكيليون وحتى الشعراء ركبوا موجة السياسة سلاح الموسيقى دخل بقوة في المعترك السياسي في موريتانيا في وقت بلغت فيه للصفافات مداها سلاح كان له دائما أثر قوي على ذائقة الموريتانيا محمد فاضل حرة نوارش